بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين. محاضرتنا النهاردة ان شاء الله عن ودي احدى محاضرات اتكلمنا قبل كده على والنهاردة معادنا مع بعد كده ان شاء الله نتكلم على البكتيريا تقريبا اتواجدت على ففح الارض من حوالي تلاتة وستة وعشرة بليون في حين ان الانسان من حوالي مئة الف سنة. اه اول الناس اتكلمت على والستخدماتها كان لخدماء المصليين وما زالت المواجزة بتاعتهم التحنيط وازاي يحافظوا على اه جسم الانسان من والافريكت بتاع المايكروورجانيزم مازالت محير حتى هذا الوقت. برضو بردياتهم كانوا اول ناس اتكلموا عن المراهم وعلى والستخدماتها في الجروح والمطهرات المختلفة. زهر بعد كده اه كان اتكلم على اه ازاي نستخدم اه او نقاوم عن طريق استخدم بعد كده كان فيه عالم هندي اه تدعي استخدم انه بيعقم بها الالات او بعد ما بتبرك باستخدمك لكن اول واحد يعتبر اتكلم كلام فعلي على موضوع البكتيريا كان العالم انتون فان ده بعد اختراعه لماكروسكوب وابتدى انه شاب في البكتيريا واول واحد رسمها اه وكان حصل على البكتيريا دين من البلاك موجود في اسنانه. بعد كده في القرن التمنتاشر اختراعوا الجوانتيات وكان اختراعوها من اه لحد ما زهر العالم وده كان اول واحد يتكلم على موضوع غسل الايدين بين العمليات وبعضها وبين فحص المرضى وبعضها وليه ان تقريبا قلت نسبتها في المستشفى عنده من اكثر من عشر الاثنشر في المية لقالي من اتنين في المية نتيجة غسل الايدين بس. لويس باستير اه وكلامه على موضوع ان الميكرويجنزم هي متسببة لكتير من الامراض واكتشافاته دي كانت اعتبرتها في وقتها. ظهر بعد كده جيزيف لاستر وده اعتبر القبر الروحي للسجدام والتعقيم العمليات والتعقيم الايادي. وكان اول دراسة اول كلامه على انه يقدر يعمل بحالات عن طريق استخدامه بالانتي سيبتيكس. ابتدى يستخدم آلة اللي هي ببعت اه بالضخ في العمليات عشان بتقضي هو اوض العمليات. اه برضو من اولى نسل الكلمة على غسل الايدين قبل العمليات وبنان طريق استخدام ملابس نظيفة يخش بها اوض العمليات لان زي ما كله ممكن نخش بالبيدال بتاعته معادي. اه ابتدت الانظار اه العلماء كتير يهتموا بقى بالانتي سيبتيكس ومقومة البكتيريا بعد موكولات اه اللي هما بيعتبروا اه دافاظر اف انتي سيبتيكس شايفية. بعد كده زهر اليساندر فليميج واختراعه للبينيسيلين ودي كانت تفرق وقتها. اه من الحاجات الغريبة في التاريخ اللي انها استخدام الرومان لليورن ومبيضات للاسنان ودي حاجة غريبة ما كناش او ما بيعتمدوا على وجود الامونيا فيها. زي ما احنا شايفين المقارة دي اللي بتتكلم بتقولك ان بداية من القرن الاول همينket مضاءن همضاء المقارس الرومان لبيتد عبر اي صيصان قد نوفاء القرن العرام الغريبة برواف pelvic became so popular that the Emporoore недو meillä نيروTake تاجد لزمنيانية عبر اي صوبت على ت Ramon Yジ Riv Arri B August وب فلم يرفع نيرو ت mikrogrund لي يعني كانت حاجة هريبة. آآ لكن ما زلنا قدام حقيقة سابقة. ان النظافة الشخصية من ضمن احسن حاجات اللي بتقوم البكتيريا. بدليل كلام ايه نفس المنزل ان هو رقي انه قوض العمليات عندهم بتتنظف حوالي مرة كل شهر. ومفيش دي كاترة بتخسج يديه بين العملية والتانية. فعن طريق ان هم يخسروا يديهم بين العمليات الانتسابسز آآ آآ الانفكشن. قل في البيبر السابسز حوالي من اتناشر في المية لانين في المية. لكن احنا قدام حقيقة تانية ان الاسلام امرنا بالكلام ده. لان الاسلام لو حسبنا الحاجات اللي احنا اتمرنا بين احنا بس الادين. هنلاقي حوالي ستة وتلاتين مرة في اليوم ما بين وضوء. ما بين اكل وبعد الاستيقاظ من النوم. فيعني دي حاجات احنا نفتخر بيها. آآ زي ما قولنا قبل كده ان الرومان كانوا بيستخدموا في تنزيف الاسلام والتبيضها. احنا عندنا الاسلام امرنا بالسواك. في حديث عن الرسول عليه السلاة والسلام. قالك السواك مطهرة للفم ومرجرة للرب. شفنا بعد كده السواك وفوائد والغير عادية واحتواءه على على الانتسيبتكس على الكلورايد كانتلكتيريال. عنده انزيم انهيبتورز وكتيرجانت واسترينشانس. في مكونات كترة جدا وفوائد كترة جدا وده يوضح لنا عظمة الاسلام والنظافة. نرجع لموضوع المحاضرة بتاعتنا. ان بعد ما الطفرة اللي حصلت وتكلمنا عليها ابتدى يظهر كلام كتير على الانتسيبتك وابتدى يقل استخدامها مرة تاني. وده بسبب ظهور اللي ظهرت في الانتسيبتك اللي ظهرت بعد الكربوليك اصيد. زى انيشا الهيفوريا افتر زى انتروداكشن او بنيسيلين واحساسهم ان هما الانتماكروبيا الاحسن بكتير جدا من الانتسيبتكس والافراض في استخدام الانتماكروبيا لحد ما ظهر بعد كده ان هي دلوقتي لا بطلوا يستخدموا الانتماكروبيا تاني للانتسيبتكس. اه ايه الاسباب اللي ادت للظهور او ظهور نهضة تاني للانتسيبتك وظهورها مرة تاني. the development of effective and well tolerated antiseptic substances. the pandemic spread of multi-drug resistant organism. and comparatively high rate of sensitization to locally applied antibiotics. الميكروسايدال instead of microbiostatic effect of antiseptic. الفواعد المزهلة للقيوها في استخدام الانتسيبتك. اه اه ازا استخدمت بطريقة صحيحة. the absence of resistance development for this antiseptic agent. وده بخلاف ال ال resistance اللي بتظهر للانتماكروبيا. اه في مسترحات كتيرة لازم نتكلم عليها قبل ما نخش في موضوع اول حاجة. the sepsis described real effect of infection. زي ما احنا شايفين انه بيخش الالجانزمة سالانترية نفس بيخش للبلغ بعد كده بيطلع من البلغ يخش على ال tissues. وبيتسي يعمل organ dysfunction. سواء في الهارت في كيلنك في الليبر في اللنج في البرين. وفي النهاية ممكن يؤدي الى ديس. a serious condition resulting from presence of harmful microorganisms in the blood or other tissues and the body's response to their presence. وقدها السبسي دا leads to the malfunction of various organs and finally may lead to shock and this. اه السبسيز بيمر باربعة مراحة زي سيندروم او اللي هو بيبقى فيه اه اتفاع ودرجة الحرارة بيزيد حوالي عشرين الارت الريت بيبقى اكثر من تسعين هو بيبقى اعلى من اتماش الالف او في بعض الاحيان بتقيل عن اربعة. اه تركيز بيبقى اقل من اتلاتين مليم. المرحلة اللي وراغة في مرحلة السبسي بيبقى موجود فيها المحارل العرب يبيcept تس causal عليه سبسي. وبأس سبسي دا موجود ومعها سين او اوقان داميش وهايبوتينشن. ولما يشوف نسبة الاكثير بيليه اربعة اكثر من اربعة. السابتك شوك بيبقى نفس الاعرات بتاعها سبسي بس بيبقى معها سبسير هايبوتينشن ب millim metal sign of end organ damage واللي قيل ما زال اعلى من اربعة. الاسيبسيز the term is to describe the methods which prevent contamination of wounds and the other side from the microorganism by ensuring that only sterile objects and fluids come into contact with them. اسيبسي يعني مجبا معتقدين تماما ان كل او الحاجات اللي يبنشتغل بها الجراحات خالية تماما من اي microorganism. sterilization it is a process of destruction or removal of all microorganisms including the spore from article to surface or medium في الحاجات التي تتديل with the surgery. sanitization it is a process that reduces microbial population on object to a safe label. الدي contamination process that remove pathogenic microorganism from an object to make it safe to handle. ودي اقل لهم it is a process which remove the visible contamination. يعني الحاجات اللي بتشاف بالعين بس just ان احنا بننضافها زي ما هنشوف مسلا ووند زي كده just بتقطع شاش نظيفة بنتر ننضف حوالين الووند عشان نشيل الحاجات ال visible contamination اللي موجودة او depres اللي موجودة. الانتسيبتكو disinfectant. it is a group of drug that are able to inhibit the growth and the development or lead to this of microorganisms. in the environment surrounding the patient or in the surface of the body. يبا دي الطريقة اللي احنا بنضعف يعني اما بنضعف او بنقلل الاكتيفتي بتاعة المايكرو او بنعمل لها complete destruction في الجو اللي محيط بالpatient او على السكن بتاعها. طيب. ايه لصر بين الانتسيبتكو disinfectant والانتسيبتكو. وامت استخدم ده وامت استخدم ده وامت استخدم ده وطي يتطبر كنترديرس رهيب ومش ايه حت يقدر لنا تتفرق الوضحة لبنهم. الانتسيبتكو جاي من كلمة anti-anagenes. وسبتك سلباترفكشن. this is the group of medications that are used to eliminate pathogenes in the wound. so a skin or mucous membrane in the GIT or urinary tract. Antiseptics is the chemical substance which inhibits the growth of bacteria. يبا دي باكتيريوستاتيك or kills the bacteria due to نسميها باكتيريوصيدل. can be used on the living surface such as skin and the mucous membrane. يبا من ضمن حاجات او ما زي الانتسيبتك لنا اقدر استخدمها على ال living surface. زي البتادين او ديتول او سبلون او انا اتكلم عليه بكتير. disinfectant agent that causes destruction or inhibition of growth of microorganisms. يعني ممكن باكتيريوستاتيك او باكتيريوصيدل. ممكن تقتل البكتيريا او الفيروس او الفنغار. لكن بتستخدم في ال non living surfaces. زي instrument or equipment or pieces of furniture or rooms. وغيروا. to drop a sharp line between antiseptics and disinfectant it is not always possible. because many substances used in low concentration as antiseptics and high concentration as a disinfectant. يعني في مواد ممكن بتركيز قليل خالص. نستخدم الانتسيبتك تبقى امنة كاستخدمة للسكن والميكس والمبرين. لكن لو زوجنا تقيز ممكن بتاتي destruction للسيلز. والجرانيشن تنشف عشان كده ممكن نستخدمها كdisinfectant. بالهاي دوزيز. لكن ما ينفعش نستخدمها كانتي سبت. الواند كلانسنينج. او افكتف كلانسنينج ريموف. هارم فول الماتيريال. او تشيل. يبقى من ضمن شروطين. ان انا هشيل الهارم فول الماتيريال من غير ما اعمل تروما او دستراكشن للسيلز اللي موجودة في الواند. يعني لو ساخدت وشيلت الهارم فول الماتيريال. لكن في المقابل اعمل دستراكشن اللي موجود. لا ده ما يبقاش آآ كويس او بليه اضرار وممكن يوقف استخدامه عشان الحاجات دي. يبقى لازم اشتحق في الشرطين دولار. انه. افكتف رموفل او هارم فول ماتيريال. او نفس الوقت وزاو او تروما تلسي. حاجاتي لتشامل واند زي دي بلس ونفلمات الكنتامناشن. البكتيريا الدفتاليز التشو ويهجز اكسودات. البروسس او فوند كلانسنينج انفور بشوزن. ان ابروبيل. كلانسنينج سلوشن. يبقى لازم استخدم السلوشن المناسب. وفي نفس الوقت طريقة. يبقى الحاجتين هقف عندهم. ايه الكلانسنج اللي انا هختاره? واي منها طريقة هاختارها? يبقى لازم اختار السلوشن الصح والطريقة اللي هيستخدمها كفت بطير صح. تشوز is dependent upon the following. الواند characteristics, the presence or spreading of systemic infection, the goals of the cure, the severity of any wound related pain, the toxicity and allergenicity of the solution, the availability of the solution and the cost effectiveness. بالنسبة لسعره واستخدامه. اه سايتو تكسيستي. هنلاقي انها اقلهم سايتو تكسيستي او ما هو عشان ملوش انتبكتيريا اللي هو النورمال سلائن. وده بيستخدم لتنظيف جروح. احنا الكلام بس دلوقتي جزت ان احنا بنعرف اسامي والتكسيست بتاعتها او السايتو تكسيست بتاعتها. لكن هنالكلام عليهم بالتفصيل بعد كده. او التابوتر. كده سبتراس كتيرة بتعمل تطهير البيرن او اه بعض الجروح عن طريق استخدام التابوتر لو هي درينكابوتر. بعد كده الحاجات اللي هي مودرت سايتو تكسيستي زي مسلا الكولوركسيدين اللي هو السافلون او البوليهيكسيميسيلين بايجوانيت وده بيستخدم في تطهير حمامات السباحة وبيستخدم في بعض انواع التريسنج والكلينسنينج البيتادين بيستخدم التركيز معين او معين كانتيسيبتيك نيجي لحاجات او زي البعض انواع اللي هي ودي صورة لبعض احد منتجاتها البروفلافين السوديم هيبوكلورايت اللي هو الكولور هو ليه منتجات طبية طبعا لكن انا حطيته الصورة عشان تعرف ان السوديم هيبوكلورايت هو الكولور ده بيعتمد على وجود السوديم هيبوكلورايت برضو الايزول اللي هو وده برضو بيعتمد على وجود السوديم هيبوكلورايت الهايدروجين بايروكسايت اخر حاجة اللي هي امونيا زي الموجود في السابلون او معظم اللي موجودة في السوديم بتاعت اول حاجة اللي هي الاورجانيك ماتيريز الزعمتهم الميكانيزم على اختلاف مسمياتها لكن هم معظم الاكشن بتاعها بيبقى متشابه او في بعض حاجات بيتشاركة البطريقة الاولى والتانية او الاولى والتالتة والتانية والتالتة لكن الميكانيزم على مدل لمعظم اول حاجة بتعمل اكسيديشن للبكتيريا او كواجبلاشن للبروتينز اللي هي ناتشرين او بروتين اللي حاجات اللي بتعمل لبكتيريا بروتين زي الهايدروجيبالوكسايد الهالوجين البوتاسيوم برمينجينات وده بيؤثر على الموجود في القلية نفسها او كواجبلاشن او بروتينز زي ما احنا شايفين تحاول للون الازرة هنا وده زي ما يحصل مراقبات الفينول والكلوريكسيدين والالكوولز والالكايد زي ما احنا شايفين بصد للسيل ومعظم بتاعت السيل بتطلع لبرة وتقدي الى على اختلاف بتاعتهم لكن لازم كلهم يكتموا على حاجة واحدة ان يكونوا نقدر نستخدمهم في اللي هي عشرين ديجري سليوز زريبا لان ممكن يقدر يلقاتي. اول حاجة بيحصل اقل من سبعة وتراتين درجة. ده بيؤدي الى لمدة اربع ساعات بعد استخدام ممكن بيوقف تقريبا بتاعته. يعني لو استخدمت لكن دي مجرد انا استخدمت من الحكاية بتتحفز في درجة حرارة قليلة ده كله ممكن بدل ما يبقى هو يستخدم للقضاء على لا ده هو هيساعد يزهر العشان على اختلاف مساميات الانتيسيبتك لكن اللي فيه اكثر من طريقة لاستخدام الانتيسيبتك او فيه ستة طرق تقريبا اللي هم السوابينج او السكرابينج او 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 ناخدهم واحدة واحدة اول واحدة سوابينج يعني زي كده نجيب اطعم الشاش ويبقى نعمل لها سوكينج الانتيسيبتك واني يبتدي نعمل سوابينج حوالين الووند مع الووند عشان ننظف وانشيل معظمة ديبرز واني تخطيش الموجودين. ليه كراسير يا معينة اول حاجة لازم ناخدها من المنطقة الاقل للاقل للاكتر كنتامنيشن. يعني اجي من ناحية الووند وناحية السولشيرت الموجودة واروح طلع لبرة. ما جيش بالعكس. او عشان اضبط في الامان اجي على سولشير القدف لاين بعد كده حاولينها يمينها واشمرها بعد كده ابعد وابعد. لكن ما جيش استخدمهم مرتين يعني ما جيبش هاتي طلقنا اللي انا بعمل بها بعد ما هتلمس السكن بعيد اروح راجع تاني على الووند. يبقى زي ما اتفقنا ان هي بتيجي من ناحية الجرح لبرة. زي ما احنا شايفين القطنا ماشية ازاي اروح شايلها وغيرها واجيب واحدة تاني واروح لابدأ من ناحية الووند لبرة. لكن ما جيش افضل رايح جاي زي كده. ودي طريقة غلط. لاني اتاخد من المناطق البعيدة واجيبها ناحية الجرح وده بيزيد نسبة الانفكشن. يبقى دي طريقة ما هياش صح. او اعطي بطريقة من اقرب لجرح ابعد فابعد فابعد. لكن في وجود لا. هتبقى بس هتبقى من بعيد لقريب لان هما بيعتمدوا ان المنطقة اللي فيها اكتر منطقة دي فيها تاني طريقة اللي هي ودي بتعتمد ان انا بجيب قطعة الشاشة الاول وراح حط عليها لحد ما تبقى وحطاها على الووند وابتدي اعمل بيها اضغط بيها او انضف بيها اللي موجودة في الووند. يبقى اللي بيحصل اميرشن اف ووند انسوليوشن ابلاين ان اوور هيدريتد او رجاز توزا ووند سيرفيس نور موفر او فيكسس موشير براير تو ابليكيشن. يعني مفيش داعي ان انا هنشوف الووند قبل مع السجد. يبقى زي ما احنا شايفين بعد ما بيغمرة في الانتسيبتك بيحطها على الووند ويدغط عليها او ممكن في بعض احيان ما يحتاجش الضغط. ثالث طريقة ودي عند زي يتمل على وجود ودي ليها اكتر من طريقة يعني مثلا لو جمنا ازاست الصلاين وعملنا لها اكتر من في القوة بتاعتها وابتدي اضغط عليها عشان اكسل الووند زي ما احنا شايفين. او عن طريقة وروح مليها بالصلاين او لو استخدم واعمل للووند زي ما احنا شايفين. عشان ما يحصلش ويحصل اه انين العدوى للدكتور او الممرض اللي بيشتغل هو بيعمل تطهير فممكن تجيب الازازة بتاعت توصها على الوضع ده تحطي فيها سنجا بحيس ان كل ينزج لها ما بتطلعش اي برا تيجي على ايدك او على وشك او على زي ما احنا شايفين. او عن طريق زي ما احنا شايفين اللي هي البخاخة ويقدر يوقف فيها او على زي ما احنا شايفين. او عن طريق وده جهاز زي ما موجود عند دكاتة الاسنال. بيبقى مليان السندوق بتاع الانتسيبتك وقدر اتحكم في اه قوة دفع اللي طالع منه. برضو لما نعمل يعني ابدأ من هنا وخلي الفلوز تمشي لبرة. ماجيش اروح باخخ هنا وخلي الفلوز تغض المبولة على سكنوتي هنا حيط. او اللي هو على اقسان فحالات او فحالات الانتسيبتك كبير زي كده وفي الانتسيبتك وتقعد عليه فترة معينة لحد ما بيحصل تطهير او في باص زي كده بهذا الوضع. او ده عبارة زي كده بيبقى فيه دفع للماء والماء يبقى فيها ده بيعمل بطريقة افضل شوية او زي مرة بستخدم الزي دي بقب على الوضع بهذا الوضع من غير ما عمل زي يعني او طفل انا هستخدم ايه? او الجهاز اللي انا هستخدمه او بالسبري او بالسرينجة او باي او البوتل سبري لكن هزبط بحيس ان كوة دفع السلاين اللي طالع من البخاخة او السرينجة ما زيليش عن اربعة عشان تبقى افريكتف وما زيديش عن خمسلاشر عشان ما تعملش لكن لو في حالات انا هستخدمها كده برايمت للنكروتيك انا ممكن ازودها لحد الثلاثين آآ دي امسلة زي بخاخة زي انا شايفينها البالب سرينج او السرينجة عادية ونحط فيها ابرق معاز ارفع شوية عشان تزود قوة اندفاع السلاين او اللي بتستخدمناها زي ما لنا بتستخدمها دكات التكلأسنين او بتستخدم في ودي اقدر اتحكم في قوة اندفاع السلاين منها يبدأ عندنا اكتر من طريقة زي او من الحاجات القديمة وفترة تتكلم عليها قلت ورجعت بتادي تتكلم عليها التاني استخدم في وابتدوا يعملوا عليها دراسات سنة الفين وعشرة كانوا يعملوا دراسات عليها ويشوفوا عمر حوالي تقريبا عشر دراسات عليها سبعة كانوا بالقرنه وثلاثة بقرن ما بين استخدام من عدم خالص. لقيوا استخدام التاب ووتر مور افكتف زن نورمال سلاين فور بريفينتنج انفكشن ان اضل. فحالات كرونيك ووند لقيوا الريلاتف ريسك او ديفرونج انفكشن اقل مع التاب ووتر من الاستخدام السلاين. برضو في اكيوت ووند لقيوا يعني تعريبا المتقاربين مع بعض او اقل سنة. لما قرنوا استخدام الووند كلينسينج وستاب ووتر فيرساس نو كلينينج اتول. لقيوا تلاتة في كلمرة المعضوضة. ما بين استخدام او عدم استخدام كلينسينج اتول. الووند كلينسينج ممكن اللي هو استخدام التاب ووتر او سلاين او بويلد كولدو. طب انت بيجيب مية بتغليها وبعد كده سنة لما تبرد تبقى متأكد ان انت قضيت على جوز كبير جدا من الميكروتونيزم الموجودة فيها بالغليان وتستخدمها كوند كلينسينج. وممكن تستخدم برضو السوبس اللي من كير داي او الكونكولوجين بتاعت الكوكريين ريفيو بتاعت الفين وعشرة بطول بطول يربع ما ليوش افدنس ان استخدام التاب ووتر او الصلاين ان هي بتزود الانفكشن ريت في الادلت او في بعض الحين بتقليلها حاجة بسيطة. برضو ما ليوشفر ما بين استخدامها او عدم استخدام التاب ووتر في تأثيرها على الانفكشن. ان اريا هور التاب ووتر is high quality لادرنكبول ووتر. it may be as effective for wound cleansing as sterile water or salih. شاورين with sutures اللي نتخدها surgically. او في استخدامها في repaired womb doesn't increase infection rate. يعني لو عيان عامل العملية. وآآ الزجارة ما اقول كويس وما فيش مشكلة ممكن ياخد شاور ومش هيأثر على الانفكشن ريت. رغم الكلام ده ما اعتقدش ان حد فينا بيطبعهم. استخدام الهاني كواندل برينسيب لياستخدامات واقول لك ان احنا اتكلم عليه بالتفصيل في الدريسيج. احنا قلنا قبل كده او وقلنا تستخدم في الانتسيبتك زي الفينول والاسد والايودين والكولورين والديسيبتك زي الميركري والسيلفر والكومباوند والكولوريكسيدين والاكسودايزنج ايجانت وهنتكلم عليهم بالتفصيل. دي الاسكيمة اللي هنتكلم عليها النهاردة في تقسيمة الانتسيبتك. هم تقريبا عشرة جروب ياما الفينول دريباتيبز ياما اكسودايزنج ايجانت ياما الهالوجين او باي جوانايد او كاترنا امونيوم كومباوند الكوهولز الديهايد اسيد ميتلز دايز. وانشوف كل واحدة بتتركب من ايه واستخداماتها او الادوانتش والديس ادوانتش بتاعتها. اول واحدة الفينول دريباتيبز. الفينول اقتيند باي دستيليشن اف كول طار. ان هو جاب الكول الفحم ويسخنه عدم وجود الهوى. لقيوا ان تسخينه في عدم وجود هوى بيبتدي يكون مجموعة من البيو كيميكال او بايو برودكس. زي فحم الكوك الكول طار الكول اسز اللي هي والكول جازز. لما ياخد الكول طار اللي تريد اسمها آآ ديستراتف ديستريشن. لما ياخد الكول طار ده ويعمل له حاجة اسمها اللي هو التقطير الجزئي بيقدر يحصل منه على الفينول. ده من اوائل الحاجات اللي استخدمت آآ في موضوع من حوالي قرن التسعتاشر. اللي هو كان اللي هو الزيب بتاع خشب الصندر واللي يزول. آآ ده بيبقى كده افكتف اجينيس بيسس الباس وكنتامينات السيرتز واريا. لكن ليه عشان هو آآ آآ هايلي اريتانت السكان وفروسك. وكان بيابسوربت السيسما كده عشان كده ما بقاش يستخدموه في الوانز. تاني مركب الفينيل. الفينيل is a liquid substance with a black color that tended to brown or dark brown color. it is deadly antiseptic for many bacteria and fungi. ببساطة اللي هو الفينيل. وده بيجي من الكولتار. الفينول ما بقاش يستخدم دلوقتي ازا ديس انفكتنت عشان في بعض الاحيان ويديني اريتيشن زي دونت كل بكتيريا سبور احنا انا بيستخدم بس في الجرام بوزيتف بيقلل بتاع الفينول. يعني لو جينا اوهم بفيه اكسودية او في النقلت اكتش او حاطين عليه الفينول وجود الارجانيك دي بتقلل الفكس بتاعة الفينول. لما رقيه ومشاكل الفينول ابتده يضيفوا عليه بعض المراكبات او اضافات عشان يقلل ويزوله بتاعته. اول واحد كان من الفينول اللي هو اللي هو وده مشهول جدا وبيستخدم لحد دلوقتي. بيستخدم بتركيز حوالي اربعة تمانية من عشرة في المية. فيها حالات الجروح والباس والستينجز. بياخد تاريبا من من وعلى حوالي اربعة وعشرين ميلي من الووتر. بيخفيفه بيوم وبيستخدمه كا. برضو بيستخدم اه كريم والسوبس وماوس ووش. تاني حاجة من اللي هي الكريزول. وده كان بيستخدم عن طاق واسع زمان. هو برعة مسائل وفينول. ثلاثة العشرة تايمز مور افكتف. بيستخدم ده تركيزه من حوالي واحد مية تاني كانت تمانية واربعين. عشان يعمل اه لو هو التركيز بتاعه مية في المية جابت بتحط فيه الانسر من تمدة نصف ساعة لكن لو هو مخفف بتحطه حوالي ساعتين. الديس ادفانتش بتاعك زي ما منها بكده ان هو حتى العلات اللي انت حطيتها فيها ما تستخدمها عطول لا تنظفها بصلاين قبل ما تستخدمها. برضو من حاجات مشتقات الفينول البنتر او الاكترون اللي جاي من غشب الصندر وده كانوا بيستخدموه في حالات الجروح زنادي. لكن دلوقتي بيستخدم في اه مستحضرات زي الصابون والحاجات دي والحاجات دي هالي مش بالحاجات. برضو تلبينتين اويل وده جاي من ورد وحشب الصندر وده بيستخدم في حالات الوجود يعني ان انت كان فيه واند وريد فيه اه اللارفا دي ممكن تستخدم عليها عن طريقة بنتين اويل. وبيستخدم زمان كان كان يمكان بيتشنن عالجلد كان بيسيب اثر تقتيجة ده موجودة بتفضل لازعة بالايام على الجلد. كان بيستخدم ده في شيل الاسر ده. برضو مشتقق من مشتقات الفينول. وده بيكون مادة زي الترايكولوزان. الترايكولوزان تستخدم في معجين اثنان زي كولجيت زي ما احنا شايفين. دي كان كلامنا على الفينول. تاني حاجة الوكسدايزينج ايجانت. الوكسدايزينج ايجانت او البيروكسايتز. شورت اكتنج جيرميسايدل افكت سرول فيز او نون نيسنت اوكسيجين ويتش الريفيرس ويالتير مايكروبيال بروتين. has little or no action on bacterial spores. النيسنت اوكسيجين او او بيكون او ليوز ان هو بيقدر يقل التركيز بتاعته لما يتحط على الorganic matter اللي موجودة في الهند. it is unstable and slowly decompress and release oxygen in contact with catalyze in the wound surface and the mucous membrane. نتيجة الفوران اللي بيحصل من نتيجة استخدام الاكسيجينج ايجانت بيقدر ميكانيكالي رموف الباث والديبرس from the wound. الوكسيجين اللي موجود ده بيقدر يفصل لي من between the health tissue and the tissue الموجود. اكتر حاجة مشهورة عنها اللي هي اللي هي مية الاكسيجين. ودي فيها التركيز عشرين وتلاتين في المية فوريا. وليقيوا ان الميل الواحد منها لما تحط على الواند بيقدر يطلع عشرين ميلي من الاكسيجين. ده بيعمل ميكانيكال الووشنج للواند. آآ لكن استخدامها بكاترة ممكن بيعمل ساية التوكسيز اللي الموجودة في الواند عشان كده لازم يبقى الفريقونت يوز للميت الاكسيجين. الادفانتج بتاعتها للميت الاكسيجين وانه سهلا تحط على الواند. واحدة ممتاز تخلق جدا تولى القاضي من اولاة أطفالتي عنها باستخدامها، لازم تحط على السفاء شستخدامها . ازان ميلي مثل ساية التحط على الطيف اكتر حبل الميت الاكسيجين. اليوم الغريق تحط على الواند تحط على شرط في الواند وانه ميلي في الواند. أذى تنتهي. برضو من ضمن المنتجات ادتها منتجات جير موية الوكسجين حاجة اسمها وده بيستخدم في حالات لان هو افكتف اجنس والفانجاي والفايروسيز سبوريسايدا لان تركيز ربع لنص في المية اتنين من عشرة في المية من البيراسيتيك اسد افكتف ادريدوسينج ميكروبيا اه ليستخدمات كتيرة جدا بيحفظوا فيه الكانسلس الوغرافت ودي كانت بيبر منشورة في الفين وستاشر عن برضو بيحفظوا بيحفظوا بيها تندل الوغرافت ودي بيبر سنة الفين واربعتاشر تندل الوغرافت استراليزت باي بيراستيك اسد كزانول كمبيند ويز جاما برضو طارق حاجة من اللي هي البيتاسيان بيرمينجينات ودي من الحاجات المشهورة كيف تستخدم تمام دي بروت انتيميكروبيا البروبرتز بتستخدم تركيز من واحد لعشر تلاف لكن من ديس ادبانتش بتاعتها انها بتعمل لو جاتت عليها. اه الكينيكالويز بتاعتها في حالات الجارجلينج وماوس وووش. جارجل الاستومك ووووش. التالت حاجة اللي هي الهالوجيند. الهالوجيند دي عبارة عن نظمها من نظمهات المكيميائية اللي هي تقوى من الجدول الدوري رقم سبعتاشر. هي كان من زمن اوي اللي هي صابقة اليوت كتير منكم يعرفوا عشر وقت لكن عايشوا في سبعينات كانوا بتتباع بالكسر وكان معظم الناس بتستخدمها في علاج الجروح. ودي كان تركيز اتنين في المية ايودين واثنين واربعة من عشرة سوديوم ايودين. في ودي بطل يستخدمها دلوقتي. في تركيزها ليبقى سبعة في المية ايودين. ودي بتزيديني لكن في نوصل لتنتزام تنكشر ايودين العادية. عشان ما ساكيرها مشاكلها والنهاية المورتوكسك والسلز اللي موجودة في الووند. فبدل ما كانوا بيحطوها بتاعها على الكهول ابتدت يحطوها على الاكوة وسلموها ايودين سوليوشن لكن بنفس التركيز اللي هي اتنين في المية ايودين واثنين واربعة من عشرة آآ سوديوم آآ ايودين. او اللي هي خمسة في المية ايودين وعشرة في المية بوتاسيوم ايودين. ودي اللي كان اسمها ودي كان مشهورة قوي زمانة. آآ كان بتستخدم بقترة لحد ما ظهرت التفرة بتاعك الايود وفورة. الايود وفورة براع مركب بيحتوي على الايود لك في ميزة قصوى انه هو فبالتالي بيقلل الايودين. وظهور وقضع على استخدام الايودين اللي بيدي لي نفس الاكتر واقل الايودين. اه من حوالي مية اخمسين سانة بيستخدم وعندنا استخدامات في صورة البوفيدين ايودين او الكادوكسي مير. البوفيدين ايودين. it is a member of ايودوفور. ايودوفور are complexes of ايودين مع البوفيدين. اه NF-13. this complexes slowly libraith ايودين in solution. also known as polyvinyl burgledone or bvbi. برضو لو بيه acidic. انا ما نحط في اليتمس بيبر. soluble in water والالفاهول and insoluble in organic solvent. البوفيدين ايودين solution is transparent liquid having a reddish brown color. والبياش بتاعته اقل من ستة. الادفانتش بتاعته او اكتسب الشوارة بتاعته انه هو non irritant effect on tissue low oral toxicity water non staining and can be washed from skin and closes. الديس ادفانتش بتاعته او 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 الاسكن. عشان انا ما استخدمش بحلقات الدايباتك والقلصر. وخصوصا في حلقات لما يكون بالطهر اه في المستشفيات لما بيكون بيعقم لأكتر عيانة على طريق اه كنتينر واحد. البوفيدين ايودين ايودين اه مرور مش اي افكتة على الفيروس خصوصا اله ايودين ايود انكابسولاتنج بريتونايتس او استخدمته في حالات الووش لحالات الاكسبلوريشن. بتاع الايودين في حالات الاليرجي الايود الايود درماتايتس البيفور اند افتر ايودين تريتمنت بريتونية اللي فاج. قلها شيبوتس ديزيز. ودوكاتي يقول لك ما تستخدموش في الاطفال الاقل من اتناشر سنة. بيعمل مع استخدام بكترة والفترة طويلة لكن حتى لو ما عصرش على استخدام بكترة طويلة. اه ايودين او يستحسن ما يستخدمش اكثر من سبعة ايام وفي ناس بروح اربعتاشر يوم. عشان ممكن يديني بزود بتاع السيوري ديس فانكشن لي ازر اه 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 زي لو يدين اكني اراني نوز كونزكتفايتس جاسترونترايتس برونكايتس البرونكايتس لكن دي حالات نادرة مشبناهم. اه بعض المراجعة الحديثة اوسط ان احنا ما نستخدمش البتدين في الووند زي اه كتاب اه فونسكة اللي هو اورال اند ماكزيل في الطابعة الثالثة الاخيرة. الاكزيس ايجنت شود بي كبت او فريش ووند. ان شود بي كبت او سكرب سكن سيروس. يعني نستخدم في الطاقين فقط. الايودين هز اصيطيكوسيسيتي وعشان كده ابتده يظهر الكادكسيمير اللي هو اقوال منه وفي نفس الوقت اكتر افكتف. it is not harmful to human cell. this is because of slow release of ايودين. الكادكسيمير ايودين is not toxic to human fibroblast and economical. الكادكسيمير ايودين has also the sloughing and the mushrooming cadast. بتلاقيه ممكن في صورة بودر او في صورة dressing soft بالكادكسيمير او في صورة gel. البودر دي بتحط على الووند الووند لانه بتتحد مع الوكسيدات وبيعمل release الايودين في كنباوند طاعته لحد ما يبالونه ابيض بعد كده. enhance the orthoretic deprimement. promote moist wound healing. the odor controlling. يستخدم ممكن كointement و medicated cheese under powder زي ما تفعل. لكن نرجع تاني الموضوع ده مهم ما نستخدموش في حقود الايودين هايبر سينسيديبتي هاشيموتس دزيز سيروديتز الهايبر سيروديزم في حالات آآ ما نستخدموش اكتر من ثلاث شهور لكن معظم الحاجات حديث قولك من اسبوع لسبوعين بس ما نستخدمش اكتر من خمسة العشرة جرام آآ في كل دريسك. كيفكت بتاع وقالك ان الارجانزم الميكروبيل الارجانزم عاملة زي الايفون. عشان كده قالك العيدين نسموه الايودين. ليه قالك البروتين سينسيز اللي مهودة زي زي اللي موجودة في الايفون. وهي مسؤولة عن تنظيم كل حاجة في القرية. لو انا الايودين عمل لغى كل اللي موجودة على الموبايل ده وبالتالي هيفقد كتير من المزاياه لكن لو قدر انه يعمل بالمنظر ده كل الموبايل كأنه جاب برضه بتاعته فقط كل وزعي. اثر الكلام على البوفيدين ايودين في جيد لائن الثلاثر الامتاشر و دي ريسي سيستيميك ريوه كونكلود الزات. البوفيدين ايودين شود يعني ما فيش اي دراسات او كلمت على انه بي انهانس الهيلنغ. اللي حاجات بسيطة لكن ما قادرتش بقدر الدرسات تثبتوا. استخدامه في حالات في حالات برضو ما قادرتش الدرسات تثبتها وتطلع بيها كحقيقة ان احنا لازم تستخدم في كل الحالات. لكن ده ما يمنعش ان البوفدين ايودين. يبقى البوفدين ايودين يعتبر الاختيار رقم واحد في حالات البوفدين ايودين وحالات اللي يبقى فيها زي الكور اه الاكسوكولوجين والحوادث السيارات. تاني حاجة من الكولورين. لكن مشكلتي انه للسكن والميوكوس ميمبريم. الدرسات بتاعته بالنسبة لحالات للسكن للباكتيريا. اه بيأثر على اه اه الحديد وبيعمل الكوروجين فيه. وبستخدم كبليتشينج ومبيض في بعض الحالات. الكولورين اه بيبقى موجود في صورتيني اما سودي ما هي بكولورايد سليوشن وده اللي هو زي الكولور المبيضات بتاخده في الامريات النظافة. بحوالة نص خمسة من عشرة في المية. بيستخدم في بعض حالات الهيبوكولوريس اسيد اللي هو الحمد للهيد الكولوري وده ليه المنتج بتاع اسمه فاش وده موجود في السوى الماصري بسوى غالي حالي بينتين وربعين جنيه تقريبا للباكتل دي برضو سوديم هايبوكولورايد ممكن يجب صورت جيل وهو موجود او تركيبة الكولورايد. اللي هو ده برضو اللي هو بيستخدم على البروح بخلال اربعة وعشرين ساعة من تركيبه. الاسيديك بيتش بتاعه بيستخدم دي دراسات اتعملت على استخدام زي الدراسة في عالفون وترتاشر ازبطت فكل دراسة من دي بتقول لك الفوايض تاع استخدمها على حسب الووند اللي استخدمت عليه في الدراسة يعني الاولان دي كان في التاني في الدايبات الفوت الآثر التالتة في ودي دراسة مهمة يا ريت فكرة ممكن اعمل لها اتوقف في الشاشة وتقضي لها وتقرأها ووتيوب مقارنات لكن احنا اقول في النهاية حصيلة الجايدلاينز دي في الاخر هنقلها. رابع منتج البيجوانيت اه لزي الكلوريكسيدين ايه ايه اكتباي فيها باكتيريا نان اوريتنت مور اكتف اجنس جرامبوسطيجبكتيريا لكن اكتف اجنس البيوفاين في اجنس افها او او اذر ايجانيك باكتيريا الكلوريكسيدين دا بيستخدم كأده ايه في صورة الصفلون لما بيختلط بحاجة اسمع ستراميب ده ممكن لديه سلوشن صبون او ريب او كرام used to sterilize an instrument for surgical scrubbing general skin antiseptic before surgery used as 1% 3% solution for cleaning residual accidental wound used as antiseptic in dynasty خمس حاجة ودي بتستخدم اكتر في المنظفات موجودة فين بتشغل عن طريق baselchts детon Green protectors inactivate some enzymes to react to this protein dissolving rapid cell wall of optimal destruction by the cell wall effective against gram-positive involved virus continuar thì 그만 الن計 define where групп Asheovae far oui not effective بالbacteriumper Notoxic can be used in areas where food and preparation takes place and disadvantage dont pale bacterial spores they are also not recommended of antisepsis زي ما لقينا في البتادين يحصلها في البتادين هنا بالله ممكن تحصل انها يحصل على طريق البتلز بتاعتها. برضو من ضمن بتاعتها انها بتستخدم بكاترة في عشان كده اكتبهم لمسة للسكن والموكس ممbrane فشكرا بالله most of the skin and mouth flora become a quaternium compound resistant microorganism a detergent efficiently remove dirt and graze while used as antiseptic or disinfectant for surgical instruments and gloves. برضو سوب اللي بستخدم with weak antiseptic with clean action washing with soap and warm water one of the most effective of preventing disease transmission. ده قولنا مرضح المركبات السافلون ده من الدترجنت عبارة عن بكتيري سايدات وبكتيريا والفنجاي والفايروس. بيستخدم مع كلوريكسيدين في السافلون. سابس حاجة الالكوالز. الالكوالز بتتسمى على حسب عدد زرات الكربون الموجودة اما ميسانول اخذ زرواها ده ايسانول اتنين لحده ونوز الايرمسال اكتانول اللي هيه تمانية. الايرمسالة اللي زي موجود في معظم المستشفاءات ده عبارة عن ايسانول. اااا المسمية ايمكن مساء الالكوال او مثانول. ايساء الالكوال using ethanol, profil alpha或者 proton, ايسابروفيل Alpha او propanol 2. ودي كلها مساميات دازم تعرف ان الاؘانول هو هو الاسائل الكوال. اي بيستخدم مثلا trois مراقبات الممكن ايساء الالكوال بتركيز سبعين في المية. او الالكوهول التركيز 5% الاستريليم وده عبارة عن ايزو بروفانول او ايزو بروفانول معاجل ايزو بروفانول. المسائل الالكوهول ده اللي هو مقول في بوصين اللي هو في اه في التامل بيه القهوة. الالكوهول الادفانتش بتاعتها الانتسيبتك وككتيريوستاتيك وككتيريوستاتيك. الادفانتش بتاعتها الايجاب من الوآب مallehappy presents. اوAlcer او اوكيس لانبอ sounds. الايسانول او لسعدت اتفاعنا ان المعظم بتركيز 20% وكافي لكن زوية التركيز ده ده مضر اكتر لان وجود الواتر في اه مع الاسانول بيسمع الدراسة اللي تعملت سنة الف بسعمائة كمانية وستين عن طريق السابع حاجة اللي هو اول حاجة اللي هو التركيز سبعة وثلاثين في المية اه استخدم استخدام التسيبتك عشان اه ده بيبلك تركيز اتنين في المية لكن اللي ما تحصل بتاعته انه بيمكن يعمل اسبرات برضو استخدامه لو اه اجانس عشر في المية عشر دعائية كفاية لكن لو انت استخدمته كتعقيمه لازم بياخد اكتر من اربع ساعات. اه طبعا فتحت العلبة بتاعته بتتخدم في قراءة الخمسطاش اليوم. بتخدم في اللي هي حاجات المناظير لانه ليه ان لو استخدمنا الالكوحل معاها مكان بيأثر على الموجود فيها وبيأثر على آآ درجة نفاع الشاشة بتاعتها. لكن ليه ان هي اقمن لها انا بتتعقم بالسيبين. الاسد زي الاسيتك اسد اللي هو او اه وده بيستخدم في باستخدم في استخدم في الساعة بتاعته وقضمنا البين وضائرية وفيشوال كدني دامج. آآ فيه من اللي هو ده بيستخدم في البيند حالة تلاتين في المية او الكورو ساعد عشر في المية وساعدنا في الواند والاير دروبس والإرهيتين ثامن حاجة الميتالز. السولت Wha os heavy metals have geinocidal action. The sports of silver with copper and mercury are used as a disinfectant. They are protein calculation and have the capacity to combine with pre-sulfa dried juice of cell enzyme. Elkapper sports are used as a thing site. السيلفر. سيلفر وز يوز ان كرونيك ووند. سينز اه القرن السبعة واشر تعريبا. سيلفر ازا تبكى الانتيسيبتك زا موست سينجل افكتف انتفايرل. افكتف اجاني السليس والفانجاي والفيروس والمارسة والدارسة. زي الفيلم والفوم والهايدروكولايد والهايدروفايبر دريسنج. كل ده بيمكن تلاقي حاجات تعديلها ومحتوية على سيلفر. آآ او ارجانيك كومبليكس. الميكانيزم بتاعه اه عشان كده بيعمل كل البكتيريا بقدمشت وسيل وول وسيل من برين وراسبعات الانزاين ورايب اللي موجود في السوق عندنا حاجتين يا اما كولويدل سيرفر او ايون السيلفر. كولويدل سيفر ده عبارة عن البارترز بتاع السيلفر زي ما هي ما بيتدوبش في المية لكن عن طريق النانو تكنولوجي بتبقى اللي هي ووتر ودي موجودة في في مصر اللي هو والآ اقدر استخدمها على او استخدمها آآ لان ما بيحصلهاش انما السيلفر في عيون سيلفر ده موجود بس في الكادرامين. آآ الكادرامين زي آآ الكادرامين الاحمر او الازرق ده بيستخدم في حالات آآ الغالثر او الايون سيلفر بيعتمد على وجود استر اeous ايكانك زيادت بالتاعة السيلفر. اه 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 بتاعت السيلفر. عشان كده بتقدر تتحد مع الاورجانزم اللي عندها وان اتوم زيادة وبتاخده منها فبتعمل دستراكشن في السيلف. لكن بتاعه انه لو استخدمه كسيستيمة عن طريق ما يمشي ربقه او حاجة بيتحد مع اللي موجود في الجسم. وبيدينا الصغة اللي بتكلل لون الجسم كده زي بلو جري بهذا الوضع وده اللي الاسب بتبقى ما بيروحش. برضو سيلفر واستخدم موجود سيلفر نايترات او سيلفر سيلفر ريزين عليه لكن برضو عليها كل واحدة واستخدمه تبقى تبقى عشان الانتوميكروبيل والكلام اللي بتقل عليهم. ده سيلفر ريزين واحد المية كريم آآ بريفيرد سيلفر نايتريت ويستخدم في حالات الجنوب. تاني حاجة جرى السيلفر الميركريل. وده كان يستخدم القطر قوي اللي هو الميكروفرون زمانه كان يستخدم قطف واسع في السابينات لكن ده بقى قلي قوي استخدامه عشان بتاعته. الكبر برضو يستخدم كامااااا يير مساعد الاجينس وده برضو بقى عن طريق كله ده الكبر السيليشن. اخر حاجة انا نتكلم عليها في حاجات بتاعت الديس نايتم. عندنا داي او اكريدين داي. داي زي الكريستال اللي هي المسا الزرق يكون مشورا او زمان ده ما تلاقي في عدد الاطفال الاطفال اليهم بالمنظر ده حاطينهم لها المسا الزرق. او كانو بيعمل 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 بها مسا للون زي كده لونها اخضر او الملاقى جرين وكانو بيعملوا بيعملو بها للون. او دايز زي او اللي هو وفحالات الحبوم. وده في حالة مرة من موجود اسمه لكن موجود مش بكترة علشان آآ في وجود الورغانيك ماتيريال زي دي كلها حاجات استخدمت على مدار المتينة وتلتمين سنة اللي فاته من سنة 1900 بعد بداية استخدام اللي هنتكلم عن دولات المنتجين او ثلاثة دولة من حاجات الكديدة اللي استخدمه اختار في العشرة سنين الاخيرة. اول واحد اسمه او 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 شو سو بيريور فيكاسي اجانس البايوفيلم especially السودومونس. اه 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 الان ريشان تو سيتيو تكسيسيدي واو سيتيو سو بيريور زين الكوودين ايودين. او بيادر يريامل السيموليشن للروس فاكتور زي عشان كده بيساعد عن روامل السيموليشن للووند هيلنغ يدار اثبات حاجات لاينز او او كنده. الكنتر اندكيشن بتاعتي يستخدمش كبيروتينيال لذهج. مو يستخدمش حالات الالرجي او في الووند او المثل لكن ما نقدرش نعمله آآ بنحقه نجوه ونخصف الديب ووند لان كنا بيقامل ديب ونطصش لو انا استخدمناها ديب ووند. دي الدرسات اللي بتعملت في الجهات ده ان لميتها كلها عن وفايدة مسلا في حالات كحالات كحالات آآ كحالات 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 سيبات تعني بيحطوه آآ 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 العلقص ليعمل فيها انه بيعمل بالفترة بعد كده لحد ما يحصل اه سوء بالووند والفوم بالبوليوكسانين بعد كده بيعمل اه ممكن برضه احسن من ودي الدراسة اللي تعملت عليهم من 2014-2017 كل دي دراسات على البيجوانيد والاكريب تقع فيه او ديفران طايف او فوند. الانتسيبتك ابيت ساعة عامين وطمانتاشر جيت في الاخر كده وقالت لك احنا عندنا مجموعة من عبارة عن زي ايه اللي هي الكلوريوكسدين اهه اللي مناعة استخدامها عشان اناخلكتق الانتسيبتك الي succوب الاسيبتك البيجوانيد وده باستخدامش كتير دقاء عشان اووت الاسيبتك ايضين كأنتميكروب الكلام الكتير على الوكال وده بيخلينا ما نقدرش نعمل بعد كده بيكون طبقة عليه زي فحاكرين حالات اكثر. بمختلف عنواعها بمختلف استخداماتها. الفيوتر قدام والبحاث الكتيرة اللي من دولها على المنتجات اللي هي اللي تفتخدم مع انه بعمل ودي البحاث اللي كلمت عليها وانا شاريتها برضو عليه دراسات كتيرة شايفين اللي هي مستقبل جامد ودي برضو البحاث اللي كلمت على آآ برضو اه احد مشتفات البلازمة اللي اتموسفيريك بلازمة. انكلود انزيس اناليسيس بكوز اتميالي كونسيس او اكسيجين سبيشيز اللي هي الارو اس والنيترويجين سبيشيز. ان رزاس هايلي انتسيبتك بروبرتيز. اه سيجنفيتك سبيرل للبيتادين والبيجوانيد. اقوال تو البيجوانيد والكلوروكسيدين اجنس البيوفير. بعد كل الكلام اللي قلناه على الانتسيبتك المختلفة اللي كلامنا عليها والحاجات 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 الموضوع بقى مشويش جدا بالنسبة لنا. لان فيها عالية جدا. في حاجات ناس كتير قالت نستخدمها والناس كتير قالت ده ما نستخدمهاش وده ليه آآ حاجات اللي بيعدد بها الكرام وفي الحاجات اللي اصبرت الكلام اللي بيقولوه. وفي النهاية احنا اللي بنتلوه في النص. واسئلة كتيرة بتيجي تدمجنا. اول حاجة امتى استخدم العشان نقول امتى نستخدم الانتسيبتك دي هنا الاسخيمة الموجودة دي ونشوف الوند ده ونمشي معاه واحد وراء التاني ونشوف امتى نستخدم الانتسيبتك. اول حاجة البيشانت ده في الجرحة ده يقدر ياخد الحمام وشاور ولا ما يقدرش. لو هو ما يقدرش الوند ده. هل هو كلين فيه جرانيشان تيشيو وبسيلية تيشيو ولا لا? لو هو فيه ما من هنا فيش داعي خالص للكلينزين. لو هو ما فوش جرانيشان تيشيو ولا جسوليزيشن. يعني اللي انت بتحطه بيقدي وظيفته ازا كلينزينينج ولا لا? لو ايوة خلاص انا ما فيش داعي ان انا استخدم لكن لو لا نشوف الوند هل فيه لو فيه انا بنعمل لكن لو ما فيش يبقى في اللحزة دي هنبتدي نستخدم يبقى مش كل اقدر اعمل له استخدم له يبقى امتى استخدمه برضو كلام عامي. عايزين حاجة ادقى. قالونا في اسمه اللي يوار اسكورد. ده بقى استخدمه له تلات مجموعات اي حاجة موجودة من الحاجات دي بتاخد نقطة من المجموعة دي بتاخد نقطتين من المجموعة دي بتاخد تلات مجموعة. وقاله ان لو لينا المحصلة ازل من تلات نقطة بنستخدم الانتيسيبت. ايه الحاجات دي مسلا احنا مش نقول لها مجموعة زي مسلا اكتر من عشرة سنتي. كل ده تاخد نقطة. لو كل واحدة فيهم تاخد نقطة. لكن لو لينا سفير اكتر من عشرة سنتيبتين. دي اخد نقطتين. اكتر من خمستاشر لمية دي اخد تلات نقطة. اخد تلاتة. برضو ازا كانت اكتر من تلاتة ونص سنتي دي اخد تلات نقط. يبقى الاولينا الحاجات دي كل اولينا المحصلة ازل من تلات نقط نستخدم الانتيسيبتك. اقل من تلات نقط انا مش محتاج الانتيسيبتك انا او كتا. انا خلاص عرفت ان الوند ده انا هستخدم له انتيسيبتك. انا طيب. واي حاجة. وشوف ان كلام كتير جدا ان كل واحد يقول لك ده بيستخدم في كذا وكذا 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 وفي النهاية حيرة ما بعدها حيرة. The use of antiseptics for prophylactic of therapeutic indication in wound treatment is possible for the following object. Prevention of infection of acute wound. For example after trauma of fight or gunshot. Prevention of surgical site infection. Decolonization of wound colonized with multi-drug resistant organism. treatment of clinical manifest wound infection include clinical colonization. preparation for deprivement or cleaning of chronic. لبا الحاجات دي يقول لك ان انا هستخدم الانتيسيبتك او اقدر انتيسيبتك. طيب. كتر الاسامي والبرستركشور اللي كلمنا عليها دي. برضو ما ينفعش ان انا احط الخمسين صنف دولة قدامي وانا هقدر ده ولا ده ده. بس انهم لتلات موضوعات. حاجات اقدر استخدمها ك wound cleansing. ما فيش مشكلة من استخدامها ما هياش توكسط ما هياش كروسط ما هياش بعمل الاستركشة للون. زي البوفيدين ايدوين الكلوريكسيدين الالكوول الاستيت الالكوول الاستيت الالكوريت اسيد السيلفر نايتريت السيلفر سالكاديازين والسوديا مالبا كل دي ممكن استخدمها حاجات تستخدم في لكن ما اقدرش استخدمها في حاجات لكن تستخدم التالت حاجة التالت حاجة ودينا استخدمها في تعطيم الالات زي الحاجات التي قدمنا عليها قبل كده الاستيبتكس المغادرة 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 الخاصة المغادرة حاجات كجدع الاستثمام الحاجات انا مانح ان انا قالوا ih ده في او في بكزا كزا كزا. لا. انا اللي يهمني. لو لينا النمبر او دكتير النمبر عدى الميت الف ارجنزم اه لا. ده ابتدي استخدم هنا حاجات انا نكلم عليها بعدين. اذا البرامات انا ممكن استخدمها انا shortest مع الوضع. انفتولان الرعworth وال bullying في الحضود انفأن مينة بل قوم بأسر المغلاس بتائمين موتات fronts ـ من الأدو من الحضود السمار المستخدم وصف Bank persistent tällار المغلاق殺ائente with oxygen supply for wound healing. The wound infection can also lead to tissue hypoxia, render the granulation tissue, hemorrhagic and fragile, reduce fibroblast number and collagen production and damage re-epecialization. يبا جهود الانفكشن ذا بيعتبر عائق للهيلي. عشان كدا لازم نستخدم الانتسابت. So infected or critically colonized wound must be microbiologically in order to heal properly. It must be determined whether the typical use of antiseptic is sufficient or we are in need for using systemic antibiotics. عشان نقدر نحاعد هذه الكلام دا لازم نعرف المراحل بتاعة الانفكشن هل هو الكونتاميناشن والكولوليزيشن الانفكشن ولا systemic infection. فاول مرة هل تنتقل انا مفيش داعي خاص ان انا هستخدم الانتوميكروبيل لكن هن هن هستخدمهم. الكونتاميناشن بيحصل الكونتاميناشن بيحصل من فوق. لكن ابتدى يحصل والمايكروبيلزيشن ابتدى يحصل لها الكونتاميناشن ابتدى يتفرز التوكسنز بتاعتها وبتدى يتظهر المشاكل على الووند. الوكال انفكشن ابتدى يحصل ديستراكشن للتشو ومجرد ما تريده يطلع بره الكادية ويسيب خلاية اخرى ويبقوا حطة ده بنسميه systemic infection. لو هو الووند كنتاميناتد او كولونايزيد ووند وزاوة مش محتاج استخدم الانتيسيبتك جاست ووند كينينج بصلايين او تبوت. لكنه هو كولونايزي واتريسك ووند زي ما قلناه في الجذول العبلي كده. او كريتل الكولونايزيد ووند ده بنستخدم فيها الوكال انتيسيبتك ومعها لو في لوكال انفكشن نستخدم الوكال انتيسيبتك ممكن نستخدم معها لكنه في سيستيميك انفكشن هنا هبكد يدخل الروت سبكترم انتيبتك. الكراتيريا فور تشوزنج الانتيسيبتك معتمد على وده بنشوف حاجة اسمها تيست اه تيوب معينة ويشوفه بيقدر ينسي الكيميات دي وبيقرنوا بين البعضية. التوليراتي بيقرنوا مقايسا بي او ويشوفوا المنتج ده التوليرات بتاعته ادي ايه. ودي عن طريق الدراسات اللي اتعملت زي الدراسة اللي اتعملت دي اللي قارنة البوليكسيدين والإبثنيدين والكلوريكسيدين والتريكولوسان والبيتادين. لقيوا ان البوليكسيندين واللي هي البيجوانيد والاو سي تي. اه بيساوا بعض. لكن سبيريور زين الكولوريكسيدين اعلى من التريكولوسان اعلى من الايودين. ده جادور بيوضح لنا الفرق بين المنتجات الاكتر الاستخداما. مسلا كباكتيري سايدل اللي هنا الايودين او الايودين والكلوريكسيدين وجلوتر دهايد اعلى. اه اه جلوتر دهايد يعتبر اعلى. الايودين يعتبر اعلى عشان كباكتيريون. اه اه او الكولورين اعلى. الكولوريكسيدين اعتبر اعلى هو دي مقارنات بينهم. ودي برضو دراسة عملتها النافضة عامدة سبب 2011 مابين استخدام اه 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 اتكولن انتوميكوروية افكاسي بتاعتها الاي Knowing हCl funz الوائد ما يقدع اعلى. وكلهم بيشتغلون Jersey. في الحوصل موجود واو سوتين ما رايش مع هناك. البيت هو نيد. ولم يوردين علي بكامل الواند هيلنج. البوتنشيال اللي فاجي انسيبتيك بريتونايتس. ممكن فعلات الان اي او سي ال. لكن او سي تي كونتر انديكيتد. والبيتادين والبيجونيت كونتر انديكيتد. فدي تقدر تقول لنا الاستخدامات لكل واحد فيهم احسن استخدم فيه. وفي النهاية هنستخلص انديكيشن لكل واحد. وهنقوله في الاخر خاطر. البيزيكروف الانتسيبتيك تريتمنت على اي حسن الاستخدامات التحدث المستفصل اي حسن طريق هص نرث معلومة كانت الي منذ المczasه اتفاضة عابط نظيف Enterprise Captain's ع REALM. كلام خاطر یروزيكات تستخدم جيدة تم التطوضك بتتواصيلة. كلام الخاطر تلص Setting Set 경우 الانتسيبتك. جيبة الحاجات دي مهمة جدا. لازم ان انا اوصل قبل ما تشوف مختار الانتسيبتك. ده ان ما كانش اه اه اجانس ومتحطش في الوضع الصح اللي كانت ما استخدمتوش. مهمة جدا. ان ما كانتش هقدر هعمل والحاجات دي ممكن استخدم معها او او ازا كانت انفكتب. الجاثول ده يوضح لنا الحالة بتاعت الوند او كل ايتيولوجي بتاعة الوند ازا كان ممكن نعمل من سبعة الاثناشر والحاجات دي. لو في معاقب ساليزيشن الوند اهل من اربعة ونحن على اربعة لسبعة البرشن الكنسان هو الوند نستخدم وكل مرة بنزود بتاعته كوي. زي مسلا في حالات ممكن نستخدم اه من سبعة الاثناشر بتاعت بروسطة لتلاتين. ساتر حالي مئة خمسين من كبك سالتيسر من فحالات. الكريت كريت كليونايزد ووند ات رسك او او ات رسك او اتريسك او اتشك واستخدمه. ما لقيتهوش استخدم واحد من دون. برضو نفس القصة ان ما لقيتهوش ممكن او الهايبوكولورايت ممكن نستخدمش السيلفر. البوليهيكسامسيلين بايقونيد او السيلفر. البريفنشن ايه الممكن استخدم البيجوانيد مكانش استخدم مع آآ الالكوف. ممكن استخدم البريتونية العليواج الهايبوكولورايت او البيتادين. يبقى عن طريق جدول ده انا عطنا و Pikna احضر اشوف الحالة اللي قدامي ايه? والوونج اللي قدامي ايه? وضعيه شكله ايه? وايه احسن حاجة استخدمها وازا ما لاتش ايه خط الدفاع التاني بالنسبة لها. هتعشم ان انا اكون وصلت لك امتى تستخدم الانتيسبتك? انهي انتيسبتك اللي بتستخدمه بتاع الوون. المقارنات المختلفة. اتصارف معظم كل حاجة بتستخدم بطلوا استخدمها بطلوا استخدموها ليه? اه نتعشم ان انت تستفيد بالمحاضرة دي ان انت تقدر تعمل كويس ان يجيلك ولما عشان تعمله عشان تبتد تحضره بعد كده هتبتد تعالج بعد كده بحيه واحتاج سيستمك ان شاء الله ده كلامنا في المحاضرة الجاية وبعد كده اللي هتحبط عليه ده المحاضرة اللي بعدها.